تصعيد أمريكي يكشف عن نفادي صبر واشنطن إزاء حالة الضعف والتخبط التي تعيشها حكومة مصطفى الكاظمي وعجزها عن إيجاد حل للهجمات التي تطال البعثات الدبلوماسية وفي مقدمتها السفارة الأمريكية التي تتعرض لقصف صاروخي متواصل تقارير صحفية أكدت أن الإدارة الأمريكية عازمة على اتخاذ خطوات لا رجعة فيها من الممكن أن تغير من خلالها سياسة استمرت لنحو عقدين في التعامل مع الواقع الدبلوماسي والأمني في العراق وفقا لما ذكرته صحيفة القارديان البريطانية مصادر دبلوماسية في العاصمة الأمريكية أكدت أن الأمريكيين باتوا يعتبرون أن الكاظمي فاشل في استعمال سلطته الحكومية لمواجهة ميليشيات إيران فرغم سيطرته على جهاز الاستخبارات وقوات مكافحة الإرهاب والجيش ومع ذلك لم يستعملها لضرب الميليشيات التي تابعت تهديدها للدولة والبعثات الدبلوماسية ونقلا عن المصادر ذاتها فإن البيت الأبيض شعر في منتصف أيلول الجاري أن الأمور لا تتجه لمصلحة الكاظمي ولا توجد ضمانات ملموسة على الأرض أو إجراءات تطمئن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو تمنع أي هجوم وعلى هذا الأساس قرروا اتخاذ إجراءات تحميهم من جهة وتعبر عن نفض أيديهم من التعامل مع الحكومة ببغداد من جهة ثانية سيناريو الفشل الحكومي الجديد يبدو أمام مضاعفات ضخمة ويشمل بحسب مصادر في واشنطن إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد والتحول إلى إدارة أعمالها من أربيل وإغلاق أو خض باقي البعثات الدبلوماسية كالبريطانية والفرنسية إضافة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي هذه خلت بعض المؤسسات أو هيئة الدبلوماسية تفكر بإغلاق سفاراتها في العراق وأول هيئة المتحدة الأمريكية اليوم التحاد الأوروبي كذلك يفكر ناقش موضوع إذا الأمن على المنطقة الخضاءة غير متوفر غير قادر على العمل في العراق بدى الكاظمي عاجزا مرة أخرى لا يعرف أين يلقي الكرة التي في ملعبه ينقل الخبر دون أن يقدم حلولا تذكر بينما يكرر وزير داخليته عثمان الغانمي تعهدات حصر السلاح بيد الدولة في وقت تتحدث مصادر متعددة عن عزم الأمريكيين توجيه ضربة قوية للميليشيات الموالية لإيران وهما يفسر احتفاظ البنتاجون بقاعدتين عين الأسد وأربيل والإبقاء على أكثر من 2500 جندي مع أسلحة متقدمة لتحقيق هذا الغرض اشتركوا في القناة